مرحبا نوفل دونك بش نحكي بشوي على اخبار شجينا من الانستغرام نحكي على الاعلامية بيا الزرد اللي كل مرة هاوكا توثير الاعجاب هاوكا ما قلت توثير ضجة نوفل توثير الاعجاب على انستغرام هالي فيه تقريبا مليون ونص متابعة المرة هذي هابت التصور كانت لابسة روبا يعني كانت بيا في غاية الاناقة واختري هابتت تصور دونك عملت تقريبا 32 الف جيم اما هذا ممنعش انه التنبير والتعليقات لكل مرة نلقاهم على تصور بيا الزرد يمتع العمر اللي ديوما نلقاهم في نفس التصور بيا جوبت العبادة دونك في ستوري وعلقت على العبادة اللي نبره على الاشخاص اللي فوتوا الاربعين والخمسين سنة وخالت يعني بما معناه في ستوري اذي اشتاغ ليتهم عياروني بما هو عار اشتاغ حست اشتاغ معناه شنوب ليه يعني شنو تطلبوا بيا مثلا وصلت العمر بيا برا احفرق برا ودفن روحك شنو معناه ما تلبس روبا متخرج تسهر متما شنو يطالبوا معناه العبادة اللي يتنبر شنو تطالب؟ لكن الروبا رو محترمة يعني ما فيه حتى ايش كال محترمة مش محترمة ذوقك وانا نلبس حسب ذوقي مش حسب ذوقك يا صديقي شنو يعملوا بيا شنو لازم هتعمل تطلع للجبل مثلا تحصل روحها في بيت وتقعد تغزر الاسماء مع تنظيمة ومعتمو ساعات زادة نقد ما بانا نحكيو عليه النبر عليك تفضل نمشو للاخبار الثاني نوفل نحكيو على لعب المنتخب وهبي الخارزري وين اثار ضجة ما بين البرح واليوم بعد مغادرت وين اثار ضجة البرح واليوم نوفل بعد مغادرته وتراربس المنتخب ستوري اللي قلبت الدنيا هبتتها هي زوجته وين يعديو في اللي فاكونس كانوا في يوت في السود متاع فرنسا هو ستوريات نوفل برشة لموسائل العلم كيفاش الطرقة للموضوع خاصة انه انستجرام بتاع زوجته هو انستجرام بريفي فيه تقريبا 8000 متابعة اما هوني وين يفرق على خاطر هو وهبي الخزري شخصية عام وبرتاجة نفس الستوري اللي هبتتها مرتو في الكونت انستجرام بتاعه اللي فيه تقريبا 150 الف متابعة الاستفزازات زادت واصلت على انستجرام تعزوجة وهبي الخزري والعباد اللي يتفرجوا فينا طاو على لايف فيسبوك قاعدين يشوفوا في الستوريات اللي تحصلنا عليهم من الكونت انستجرام زوجة وهبي الخزري وين كانوا نهار كاميا عديو في الجو في البحر وفي اليوت واخر ستوري كانت عندها تقريبا ثلاثة اسوية هبتتها زوجته نوفل كانت مع وهبي في الكره هو صحة ليهم وهذا موضوع يعطيك صحة اشرف موضوع قسم الرياضة اللي جميت لها بيها كتر اللي واكيد معانتها جماعة حكيوا عليه وبش يزيدوا يحكيوا عليه انه استاج متاع كيب ناسيونال خرجوا منه ستة ولا سبع ملاعبين ما غير سبب منه مهاب الخزري فهم اللي قالوا اصابيته فهم اللي قالوا ذلكل كذب لا اصابيت لشاي جوار يظهر له بش يخرج يخرج معانتها مفروض ان الناس تقعد في استاج وتخرجوا مع بعضها حتى كانت ضربت معانتها يريكس ان اللاعب اللي تضرب في الوروم زي القاعد مع المنتخب رغم اللي يصابت ونجم ما يرجعش حتى للكورة وحتى كان نخرج نوفل هو شخصية عامة دونك ونعرفوا اللي طوال انستجرام والفيسبوك والمصدر متاع معلومة حتى كانت عادي في الفاكونس متاعك مغير ما تستفز العبيد لا ما نعرفش لا انه قاعد في البحر مع مرته ومنظلنش كانت تستفز العبيد في الاخر شنه انا نحكي على خروجهم بعد انه الناس تستفز زده شنه بش يعمل هو قاعد مع مرته في الكذي مغرومين برشة بالكورة الحقيقية كيما يقول عبد السلام تشوفوا تتفرجوا في الورو فما فاز عملها كريستيانو رونالدو معانتها بش تشوفوا القوة متاعه معانتها كريستيانو رونالدو عمل مش اللي صار في ندوة صحفية نحق مشروبه حتى قدامه دابوستمي بعدهم المشروبه ذاكه في البورسة نهارتها خسر 4 مليار دولار الاسهم تاعه في اوروبا طاحت في البورسة بسبب الجيست اللي عمله كريستيانو معانتها الاخبار الرسمي 4 مليار دولار طاحت قيمته معانتها بش يوريك ساعات كيفيش جواري نجم يانفليونسي اللي بارشة قالو مش منحقه خطر اذك المشروب دافع وسبونسور وبلست وذيك مفروضة دونك كريستيانو حاب يوري للاعباد هو كريستيانو يتعارك مع ولدو ما يخليهوش يشرب القزوز يقوله شرب كان الماء حاب يونه الماء معانتها ينجم حتى يتخطر او كريستيانو عالجيست اللي عمله لان اذك المشروب سبونسوريزي ودافع وبصيف وحتى كريستيانو توصل له فلوس منك اما شوفوا الانفليونس القوية متاع ملاعبياتك صحة 10 ترجمة نانسي قنقر